جسد ميثاق العمل الوطني رؤية ثقبة لقائد حكيم آمن بمستقبل زاهر لشعبه ووطنه وفق تطلعات رفيعة عودة الروح إلى الحياة النيابية بقوة كان عن طريق نافذة ميثاق العمل الوطني الذي خرج إلى حيز الواقع البحريني متناسق الجوانب عبر معادلة جمعت ثقة المليك بشعبه ومنحه الحق في المشاركة السياسية واختيار من يمثله في مجلس النواب لإيصال صوته وهمومه إلى المعنيين في السلطة التنفيذية بعد نعم للميثاق أذن للبحرين ارتداء ثوب بهي طرز بألوان طيف تناغمت خيوطه ألقا لتستومئ فورا بلاجها عن أناقة ستلازم كيانها كمملكة عصرية متكاملة الجوانب تسكن في شمالها الرفعة ويلازم جنوبها التطور ليفصح شرقها عن امتداد نهضوي يسكنه ويعلن غربها عن ازدهار لا يقل عن نظرائه بإقرار شعبي أشرقت شمس ميثاق العمل الوطني قبل تسعة عشر عاما تلك الخيوط التي أطلت من سماء أرض الخلود لتعلن عن وضوح رؤية نهج القيادة الخليفية المتمثلة بصون كرامة الإنسان والحفاظ على مقتسباته فضلا عن إشراكه في عمليات صنع القرار السياسي وإطلاعه على مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية كعنصر يعي ما له وما عليه تجاه وطنه عودة الروح إلى البدن النيابي هي إحدى الثمار التي قطفت من بستان ميثاق العمل الوطني الذي زرع فحصد نتاجا سياسيا ناضجا طاب مذاقه ليستسيغه الشعب ويمضي ليكون من أبرز الداعمين لهذا المشروع المميز فالمواطن البحريني وعى فقدر حجم الثقة الممنوحة له من قبل قيادته في أن يكون له الدور المؤثر داخل مراحل عملية سياسية تقود إلى قيام مجلس نيابي تشريعي يوصل صوته ويطرح همومه أمام سلطة تنفيذية أوكل إليها إتمام ما يلزم من الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى النهوض من مستوى دخل المواطن وتوفير أرقى سبل العيش الكريم له انكفاء الحياة البرلمانية ورجوعها من خلال مجلسي الشورى والنواب في ديسمبر من العام 2002 واستمرار فصول حكايتها تسرد حقيقة أكبر المكاسب المنجزة في عهد ميثاق العمل الوطني الذي اتضح من خلاله انحياز القيادة السياسية إلى حق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة السياسية والتعبير الحر عن إرادة الناخبين في اختيار من يمثلونهم بمجلس النواب عبر نافذة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تتجه بالمملكة نحو سيادة الأمن والاستقرار ودعم الوحدة الوطنية من خلال الالتفاف حول القيادة الشرعية في البلاد واحترام المؤسسات الدستورية والقانونية القائمة حتى يتسنى بعد ذلك حصد المكتسبات الوطنية ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق المصلحة العليا للوطن مجلس تشريعي منتخب كان وما زال طيلة محطاته السابقة وإلى الآن العنصر الأبرز في مناقشة القضايا الوطنية عبر دراسة المشروعات بقوانين وتقديم المقترحات وطرح الأسئلة والاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية وإقرار العديد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية في دعم عملية الإصلاح والتنمية الشاملة والقضايا التي تمثل الحياة العامة لتلفزيون البحرين محمد رشادات